اشتركوا في القناة وتعرضنا لأتعيشنا من وزارة التربية والتعليم عملنا كمدرسين بالعقد المدة سنة واحدة بمرتب اساسي 300 جنيه وبعد السنة قالت المدرية ان عقدنا غير قانوني ولقوا التأمينات والمعاشات من علينا وخصموا من مرتبنا وبقى 286 جنيه نطالب المسؤولين بالوزارة تحديد اوضاعنا خصوصا اننا بنعقول اسر اسر بتعقول زي بيعقولوهم ازاي الاسر دي 286 جنيه ويعقولو اسر ازاي انا اخطب الوزير المحترم الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم سات الوزير يعني لما يكون موظفين عاملين معلمين بيدرسوا في السويس بياخدوا في الشهر 286 جنيه وعندهم اسر والوزارة بتخصم منهم كمان دول ممكن رب ولادهم ازاي يفتحوا بيتي ازاي انا انتظر من حضرتك رد على هذه المشكلة مش رد ان احنا نقول ان كل شيء تمام يا فندم الرد انك تحلوا مشاكلهم 286 جنيه يعملوا ايه للمدرسة معالي الوزير ما يعملوش حاجة ارجو ان سياتك تصوب هذا الوضع ارجو ان هم ياخدوا الحد الادنى اللي احنا سمعنا عنه كتير جدا ومش افنوش لغاية النقاردة واخيرا وليس اخيرا وبعد حنية المحافظين والمسؤولين على المواطنين قبل التعديل الوزاري وحركة المحافظين فدعاء المواطنين اللهم قطل فترة المشاورات للحكومة وزود حنية الحكومة ولو امين سوال اخير